يسعد لي أمكم يا الناس المنظمين المرتبين النظيفين أكسم بالله أن نشعور يفتح النفس السلام عليكم سيطرة سديد في ثلاثة وقت رسولة النبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد مقطعنا اللي بجم تقير هو الجزء الثاني لأشياء تغيرت الأفضل قبل وبعد صراحة أنا عجبتني الفكرة حق المقطع ذا فقررت أن أسوي لكم الجزء الثاني تغلونا ننطلق ونشوف الصور اللي معانا لليوم وأتمنى تعجبكم ولا ستكتبوا الرقم دقيقة الشيء اللي حسيت أنه مرة تغير في الكومنتات أو أنه يعني أصبح للأفضل من جد أو أنه الحمد لله أنه أصحابه من جد غيره ورتبه ونظمه فأتمنى المقطع يجبكم يلا نبدأ الصورة الأولى اللي عندنا واو 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 واضح حجبت الخيان صح؟ شوفوا الكيابل على اليسار كيف كانت واضح أنه هذه في اش سمونا الله مصنع على المحمد غرفة بيانات أو غرفة والله إني أعرف اسمها لكني نسيتها والله العظيم سيرفرات سيرفرات غرفة سيرفرات واضح مرة واضح أنه ممكن تكون في مكان تجاري أو محل تجاري أو يحتاجونها لكاميرات أو لحفظ بيانات أو أي شيء ولكن زي ما نشوف قدامنا يا جبهة الخير أنه الكيابل مرة ملخبطة هنا واو مرة هذا الشيء أنا شوفه غلط جدا لذلك الحمد لله أنه منظموه شوفوا كيف صارت حتى الأجهزة صارت باينة الأجهزة هنا هنا وين والله ما في شيء باين أصلا يبغى لك تكون كده تفتح وتروح وتبحث عن الأجهزة جدا كويس حتى كويس في التبريد فتغيير حلو جدا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أوكي السيارة هذه من نوع جيمسي واضح أنه سيارة عائلية واضح أنه هذا الشخص قرر يوديها لشركة تلميع أو تنظيف داخلي فشالوا المقاعد ما في مقاعد في السيارة شوفوا هنا هذه اللي بشرحكم على اليمين لأنها أنظف وأوضح الأربعة هذه هذه المكان المقعد الأول وهذا المكان المقعد الثاني وورا هنا المقعد اللي وورا وهنا المقعد اللي وورا شالوها كلها لما شالوها شوفوا الخويس اللي كان قدامك موجود يا صديق والله العظيم قرف غير طبيعي ما أتخيل أنه سيارتي ممكن تيجي يوم الأيام بتكون كذا نهائيا ما توقع أبدا 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 مستحيل هذا الشيء لكن يشوفوا بعد ما نظفوا كيف صارت يا لبي يا لبي تحس كده تشم ريحة النظافة من الصورة شيء غرافي مرة كويس أنه تصدق على نفسها ووداها للشركة ظاهر من يوم شراها ما وداها لشركة تنظيف نهائيا الصورة اللي بعدها برضو قاعدين يقنعوننا من المقطع اللي راح كيف أنه من جد لما تجزى العشب وكيف لما ترتب العشب وتخليه قصير يجيك أرتب وأنظف الصورة اللي فوق نشوف عشب طويل وباين عليه مرتب الصورة تحت بعد ما شال العشب وكيف صار تحسون صار أرتب وصار مكان يصلح يجي فيه جلسة نايس شيء غرافي والله أوكي رجعنا لنفس البوت اللحسة حق البوت اللي كان في المقطع اللي راح ما أنا عارف أتوقع أنه نفس البوت يا جماعة الخير لأنه واضح أنه مغبر في أدوات تلميع يعني أنا ما بغى أكذب ولا أتفلسف ولا أكذب الناس أصحاب الصور لأنه في أدوات تلميع فإذا هو فعلا هذا نفسه هذا وكان وصل كده ونظفه كده أقسم بالله أنه خرافي وأنه ما قصر وأنه من جد وفر على نفسه فلوس بدل ما يشتري جزمة ثانية مرة 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 بطل الصورة اللي بعدها واو أوكي هذا ما أدري عنده صبر غير طبيعي ما أنا يعارف زادة ظهر أنه هو في محل وأتوقع أنه كان من الأفضل أنه يخليها كذا عشان تكون منوعة والناس يعني يشيل لهم يحط مرة واحدة لأنه أغلب الناس يمكن يحبون اللون الأصفر فلو أنتهى الأصفر خلاص تورط لكن نرجع الموضوعنا أنه هو ما قصر رتبها أخذ أتوقع أنها حلويات هذه ترى أنا قاعد أتكلم اليوم عن أنها حلويات أخذ كل لون وحطه في كيس هنا قبل كانت مخوشة كذا مع بعض هنا حطها شو والله العظيم قمة الفضاوة قمة الفضاوة قمة الفضاوة لأنه واضح أنه الكمية جدا ضخمة جدا 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 بعد ضخمة أستاذ بالله لذي والله أنه مجنون صراحة بش ما قصر ما قصر والله أوكي جماعة زي ما شفوا قدامكم ليش نحرص على الترتيب وتنظيف غرفنا هذا مثال آخر قدامكم هنا شوفوا الصورة اللي فوق كيف شوفوا الخويش شوفوا القرابع شوفوا عدم الترتيب شوفوا تحس المساحة ضيقة تحس في خنقة تحس طبعا أنا أنا ما أحب الشي هذا صراحة شوفوا كيف واو ناظروا تحت يالبه ما شاء الله تبارك الله نظف الغرفة رتبها قدر يخزن آآ صبطوا الأمور كلها أقسم بالله العظيم أني أهني آآ شيخ خرافي زيت جتني لقافة شوي نفسي يعرف هذا الجهاز حق إيش شكل خرافي كده مكتوب إيش آآ صفر خمسة والله ما أنا يعرف لو واحد يعرف يقول لنا بس ما دي أنا جاني فضول ما دي حق إيش الجهاز هذا صراحة الآن سيبدأ أنه الغرفة مية من مية وعشرة على عشرة أوكي أوكي هذه آآ أتوقع أنا قد سويت حاجة زي كذا قد كان عندي جزمة زمان اللي كان فيه علامة نجمة تيجي آآ كانت وصخم قد نظفتها فنفس الشعور فعلا تنظيف سهل جدا جب فرشة أسنان حط عليها صابون وقعد أفرك بس هذا حتى لو ما عندك منظف طبعا في بعض الأوساخ ما تروح اللي بمنظف خاص للجزم لكن أتكلم لو كانت حاجة بسيطة فشوفوا يصار كيف الفردة اللي علي صار كيف طريقتها كيف الوساخ اللي فيها شوفوا على اليمين كيف صارت جدا نظيفة وكالة بس الحبال طبعا صعب أنه ينظفها للأسر شي موسف لكن ما قصر لكنه يقدر يغير الحبال يقدر يسحب الحبال هذا بكله بره ويجيب حبل جديد وتزبط معه أوكي الساعة هذه نقدر نقول أنه غير القزازة حقتها بعد ما تخدشت تكسرت وبرضو هذا السوار برضو كان معدوم ومقدش شوف الصور اللي تحت كيف ما شاء الله رجعت وكالة والسوار شوفوا كيف قاعد يلمع لمعة الوكالة حتى التصوير شكله فيه حلو هنا جاي تصوير لا إله الله كتحس أنه الدنيا كلها حتى الحواب هذه الدائرية ضبطها ما قصر والله شكل الساعة هذه تعنيه للكثير أوكي الصورة اللي بعدها كالعادة تحت ضغط الماء تنظيف السيب شوفوا على اليسار كيف كان شوفوا على اليمين كيف صار يا لبيه اللون الأبيض ما كان موجود على اليسار نهائيا ما كان له أثر فجأة بعد التنظيف بوم اللون البلاطة الأصله هو الأبيض يا حبيبي ديم 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 ما قصر والله العظيم الصورة اللي فوق هذه مدينة مانيلا قبل كورونا الصورة اللي بعد لما جاء كورونا وصاروا الناس في الحجر ما يطلعون كيف أصبحت المدينة نظيفة طبعا لأنه أظن عشان يشتكم المصانع ودخان المصانع يكفر السماء عندهم دائما معفنة ومعدومة وكذا فلما وقفت طبعا عشان الحجر شوفوا الصورة اللي تحت كيف صارت السماء نقية جدا والجو صار صافي جدا 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 what أوكي اللي علي صار قبل واللي عليمين بعد هنا يقول أنه سوى صنفرة ورجعها اللونها الأصلي اللي هو اللون الفضي طب هي ليش صارت لونها أسود كذا كان يتبقى يعني على الفحم على نار مباشرة ولا إيش ما نفهم ما قدر تفهم الصورة دي لكن اللي فهمت أنه غير من هذا اللون إلى هذا اللون عن طريق الصنفرة أوكي اللون هذا ما كان فيه لعب أصلا أحس أنه حلو برضو فما أنا عارف أقول كوي استغير الأفضل ولا لا ما أنا قادر أحكم يا لبي يا لبي يا لبي يا الصورة اللي تشرقها الشاطر أتكلم على الصورة اللي في اليمين يسعد لي أمكم يا الناس المنظمين المرتبين النظيفين أكسم بالله أنه شعور يفتح النفس شوفوا علي صار كيف دي رابع خويش أشغال ألعاب أطفال على أسلاك على أزبالة على سفنج على كاراتين كل ما هبه ودب كل شي في بالك تلقاه فجأة قرروا أنه منظمون تنظيم ثرافي جدا شوفوا كيف شوفوا كيف المساحة اللي وفروها على نفسهم أكسم بالله العظيم بالنسبة لي تفوز بأفضل صورة في هذا المقطع والله العظيم تنظيم 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 يا أخي تنظيم خرافي جدا ما قصروا مرة ما قصروا حتى الرفوف رتبوا شوفوا هنا ما كانت مرتبة هنا رتبوا شي حلو مرة مرة شي حلو يفتح النفس يا لبي يا لبي أوكي علي صار الصدفة طبعا لقي صدفة على البحر كلنا نلقى بهذا الشكل بصراحة ما نكذب كلنا نلقى الصدف بهذا الشكل أغلبة أغلبة مو كلها بس أغلبة خصوصا اللي حجمه كبير يكون عليه زي الأشياء الإضافية هذه ما يعرف ما أبغى فلسف لكن هذا الشخص ما قصر ونظف الصدفة هذه شوفوا كيف طلع لونها الحقيقي أقسم بالله إنه يفتح النفس بس نفسي أعرف شلون نظفها بالله العظيم نفسي أعرف لأنه نتيجة خرافية 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 جدا أهني قسم بالله ما قصر حاجة قيضة الله واتشها عليها صراحة واو أوكي الصورة اللي بعدها عندنا هذا الشي اللي يعتبر أتوقع أنه زي مشهب النار آآ علي صار كان مصدية أتوقع أنه جاء عليها مطر 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 هنا بعد ما نظفه صنفره صبغه وكل شي رجع إلى لونه الأصلي واو والله واو تحس كأنه جديد توم شارينة وهنا كان دائم مرة معدوم مرة مصدي إيش هذا يا شيخ حتى أظن الباب كان يطلع أصوات لما كانوا يفتحونه يقفلونه ف شي صراحة جميل بالنسبة لهم وقويس وخرافي ونتيجة بطلة أوكي جبتا غير كذا كنت صارت مقتالي وما أتمنى مقتالي معجبكم لاستحطون الأكتب ولي رأيكم على المقطع في الكومنتات وش أكثر صورة عجبتكم ولفتاة اتباعكم كامعكم يوسف سبحانك الله بحمدك أشهد أن الله يستفروا تبوي ليك كلام عليكم شكرا للمشاهدة